أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة استثنائية عن تاريخ الأمازيغ حلقة تعنا بشخصية سليمان باشا البروني اليوم نستمر في الكرونولوجيا أي التسلسل الزمني عن حياة سليمان باشا البروني اللي نعرفوه اليوم اليوم نتكلم عليه معركة جندوبا اللي طال انتظارها طبعاً جندوبا اسم متكرر في أفريقيا الشمالية كاسم توبونومي منها المدينة الشهيرة في تونس وفي ليبيا المدينة اللي نتكلم عليها اليوم وفي الجزائر وفي المغرب كذلك عندهم مدينة تسمى أجندوب والأصل معنا جندوبا أو أجندوب أو تجندوبت هو المطمورة المطمورة اللي تعرفوا أنتم موجودة عندها في جبل هلباء على أي حال جندوبا منطقة في جبل نفوسة في الطريق ما بين أسد في غريان والأصابع وأنا شخصياً حقيقةً زرت النصب التذكاري اللي وضع هناك لأجل هذه المعركة ووقفنا عند المقبرة طرح حوماً على دماء الشهداء وكان ذلك سنة 2013 في الذكرى المئوية عليه المعركة في جامعة الجويمة وأنا جنبها حالياً وفي كذلك مقبرة طيب زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت بعد معاهدة أوشي لوزان المشؤومة قرر فريق من المجاهدين المقاومة واختاروا سليمان البروني قائداً عليهم ونظم هو الصفوف ونظم الدولة والجيش وأتينا على كل هذا سابقاً وأمس تحدثنا عن آخر شحنة دخيرة وصلت المجاهدين كانت في النصف الثاني من سنة 2012 بعدها اتفق الإيطاليين وحتى قبلها اتفق الإيطاليين ولكن أكدوها مع الفرنسيين وأغلقوا الحدود على الجبل ومنعت المقاومة لكي لا تصل المجاهدين ومنعت عليهم الدخيرة وكذلك منعت تنقل المجاهدين من وإلى تونس وقامت إنجلترا بنفس الشيء مع الجنوب الليبي فحوصر المجاهدين من كل مكان تقريباً وطبعاً زي ما تعرفوا غريان كانت استسلمت في قبلة الإيطاليين بل تماد بعض المجاهدين القدامى في خدمة الإيطاليين حيث يشتغلوا كجواسيس ضد الدولة الفاتية اللي هي الدولة الوطنية اللي كانت في يفرن وبالطوارط بعضهم في محاولة الاغتيال الباروني كما أسلفنا قلنا زي ما قلنا من قبل أن هناك فرق بين هدنة واستسلام وكذلك خدمة في تفانية للأسف تفانى بعض الليبيين في خدمة العدو زي ما بنشوفه بعدين المهم الشاهد أحشد الباروني ما بقي معه من المجاهدين في عدة مناطق في ليبيا تم ذكرها سابقاً وكون منهم جيش نظامي بإمكانات جداً جداً بسيطة مقارنة بإمكانات طبعاً العدو الإيطالي راسل الباروني بعد هذا الكثير من الدول وأخبرهم عن استقلاليته بهذه الحكومة وما قرره الزعماء الوطنيين في مدينة يفر وما توصل له قرار المجاهدين ونجد كثير من المسودات والرسائل في هذا الشأن لرؤساء العالم تركها لنا حتى الباروني نفسه في مذكرته طبعاً من ضمن الرسالة الرسالة بعث بها وكان جداً مؤثرة لوالي طرابلس آنذاك وطلعني طبعاً وانتمناكم يعني تقررها باستعاب المهم الرسالة يعني في الظروف اللي كتبت فيها شنجال إلى حضرة جانب الهمام قائد جيش ووالي الدولة الإيطالية بمدينة طرابلس أرشده الله السلام على حضرتكم ليكن في علمكم أنني لست متقلباً ولا غداراً ولا محباً للمال ولا معادياً للإصلاح والمدنية واسألوا إن شئتم الرؤساء والقائم مقامين والمديرين والمحاربين الذين كانوا معنا من أهالي ورشفانا والزاوية والنواحي الأربعة وغيرهم يتضح لكم الحق لكنني رجل عرفت قيمة الوطن ومعنى الدين ولذة الحرية وفضيلة الشرف فأنا أكثر الناس شوقاً إلى رؤية بلادنا رافلة في حلل الترقي تمد فيها خطوط السكك الحديدية وتستخرج معادنها والمكنوزة في طبقات الأرض وتروج فيها المعارف العصرية بقدر ما يلزمها كل ذلك على شرط هذا هو المربط حفظ كرامة سكانها وبقاء استقلالها المشروع أنا لا أكره أن أرى الأوروباوي وعلى الأخص الإيطالي جارنا الجديد يسير جنباً إلى جنب مع الطرابلسي متحابان متعاونان على الكسب والاستفادة بما أوضعه الله من خيرات في بدون أوديئة بلادنا ورؤوس جبالنا هنا الباروني طبعاً يتكلم كلام هلبة لكن كل كلامه يدور حول الوطنية وحول الاستقلالية والحرية والتساوي بين المواطنين والآخرين كلام جميل جداً بعدين طبعاً تكلم هلبة زي ما قلت في حاجات هلبة عن قيمة الحرية والتسامح هنا هو سافر ونشاف شمعنا شمدير الحرية للإنسان الآخره بعدين قلبوا ورهم الجانب الآخر من الباروني الباروني الشخص القوي المحارب إن أردتم الحرب يعني إن أردتم السلم والصلح فهذا أنا وإن أردتم الحرب فهذا أنا فقال يا حضرة الوالي لعلكم تظنون أننا ما كنا نحارب إلا بالترك وتريدون التجربة يعني كأنكم تظنون أن الأتراك هم اللي كان يحاربوا فيكم بس وأنا الأهالي يعني مسلمين المنباقي كلامه قال يعني حد إحنا نبدو نقوله نفس الشيء أنكم أنتم أصلاً كانت تتحامي عليكم المراكب الحربية إلى آخره من رسالته ولكن إذا تطلب الأمر فنحن لها ونحن رجال ونستطيع عنه قوم طبعاً الطريان اللي رفع لهم الرسالة هذا استقبلوه استقبال حار وعطوه هدايا وإكراميات وغيرها لكنه طبعاً رفضها وورهم أن البروني أعطاه فلوس وليرات ومش محتاج لهم طبعاً البروني دار الخطة هذه باش يبين لهم أن أمورهم تمام وأن المجاهدين حالهم تمام تمام طبعاً هذا للأسف كان حالهم كان سيء جداً ولكن بس البروني باش يبين أنه هو مش محتاج وأن حالهم مش سيء لكن للأسف الجواسيس وصلوا المعلومات للطريان والطليان يعرفوا بأن المجاهدين في حال حصار وعوز وعلى فكرة بس المراسل قاعد عند عيلة بنت أنتوش من ورشفانة ودكرها البروني في أكثر من مرة وفي أكثر من موانسابة ومباب الإنصاف أنه كان يطلع بالأسرار ويقول له شن صاير وشن مخططات العدو يعني صح هو استسلم للطليان لكن مش زي الخاني لهذه كعبار اللي هو نفسه طبعاً لهذه كعبار للأسف عدمه الطليان بعدين في مصراطة سنة 1923 ربما لعله تاب والله أعلم هو أفضل الله الآن يعني مش موضوعنا أهنين بي نوقف عليه لقطة في الفيلم كذلك أسامحوني يعني النجزة من موضوع موضوع ولكن كلها مرتبطة ببعضها لقطة في الفيلم الشخص اللي أخذ العالم للشيخ استمان البعروني يسمي فيه الفيلم بالخاني وقال إنه سمع بالجهاد في بلاد الهند للأسف لا أدري من أين أتوا بهذا ربما ما أدري من هذه المعلومة والصحيح أن الخاني كان كما تسميه المصارد أو كاني اللي صار هو أن الباروني كان طالع من القصر وليس في القصر الداخل لما جوه طالع من القصر متجه إلى الخيمة متاعها في المعسكر متاع الرابطة كان فيه وهو ماشي كان فيه فارس متجه باتجاهها رفع علم كبير ومعه مجموعة من المجاهدين يقولوا في أنا شيء حماسية ويكبروا والباروني بعدها قال عرفتوا أن اسمه خاني حافظ جانا من اسطنبول الباروني نفسي يقول في كلام هذا وركز العلم الكبير قدام الخيمة متاعي وقال له العلم أرسله لك شيخنا أحمد حسام الدين شيخ الطريقة النقشة بندية في اسطنبول طيب طبعا حني ما تكلمناش عليهم بكية لكن أحمد حسام الدين هذا كان من في تركيا في ليبيا في الصرايا الحمرة من قبل السلطان عبد الحميد ولما سجن الباروني كان حسام الدين في السجن أصلا فأتعرف عليه الباروني عن قرب وخاني أو كاني حافظة كان أحد مريدي الطريقة اللي هو كان يترأسها أحمد حسام الدين اللي هو أحمد حسام الدين نفسه بعده باش يوصل الرأي الباروني يعني تمنيا له بالنصر وتيمن وكانت أخبار الجهاد اللي بيتوصل ديما طبعا زي ما قلنا ومنها أخبار الباروني للعالم أجمع المهم طبعا المجاهدين بوسط طعم سكين تفقلوا خيرا من وصول العالم قبل أن يشوف القتال بوقت قصير والعالم كان كبير ومهيب زي ما قلنا أهني كذلك في نفس اليوم وفي نفس العشية اجتماع الباروني مع القادة وكل شيء غادي في الرابطة وحصل ما حصل لأخيره لأن الباروني كان ديما يمشي ويدور عليه جميع المعسكرات على إيتي حال في نفس اليوم أو تاني يوم عفوا لا نسيت نقول أن قبلها كان في حاجة نسيت نقولها اللي هي الدولة العثمانية من أحد شروطها أن هي تطلق الأسرة اللي عند المجاهدين الليبيين وتسلمهم للطليان من ضمنها البيعة العلمية هذي اللي كان من ضمنها سفورزا اللي قعد أسير عند المجاهدين في مدينة يفرن لمدة عامين اللي هو الكونت سفورزا هذا اللي حيلعب دور كبير بعدين وشوفتوه في المسلسل أكثر من مرة وحنتكلموا عليه في حلقة الجاية في إسهاب عليتي حال يعني هذه حبيت نوصلها وكان فيه اعتراض من بعض العيان ويعني كان فيه اعتراض من بعض العيان في يفرن وفي جاده بالذات أنه ما يسلمش ويعطرته ضريقهم لكن البروني بعدين قد نعمل آخرية عليتي حال المهدي نحيناها من طريقنا من قضية سفورزا هذا اللي هو كان مسجون في مدينة يفرن أهنيه في حاجة تانية قبل المعركة كان فيه مجموعة من عيان الجبل اللي هم التحقوا بالطليان فقنعوا الطليان والقايد اللي طال أنهم مستعدين يقدم مراسل باروني والباروني ما عنداش قيمة ما فيش لها أتباع في الجبل وأنهم بيمشوا لمناطقهم ويرفعوا عليها علام الطليان ويقنعوا الأهالي بالاستسلام أعطاهم وأغطق عليهم الطليان لفلوس وكل شيء وبعضهم ارتفع مشير الجبل واكشف الباروني هذه كلها وبعت من يستقبلهم ويستناهم غادي باش يقبض عليهم ويسلموهم للباروني وفعلا تم القبض على الكثير منهم إلا أحمد فكيني أخو محمد فكيني اللي هرب وله طبعا للساحل عند الطليان وطبعا عينوه موظف كبير عند الطليان بعدين للأسف استمر نسلح حتى بعد الاستقلال وفي عادي القداف يطلع أحفاده كتاب يبين أبوه المجاهد وجده وإلى آخره للأسف الشديد يعني هذا هو التزوير اللي صار حبر التاريخ دائما نزيم يقوله المهم لما انتشر خبر انضمام ورفلة زي ما قلنا أو أنا آمس لحكومة الباروني أو حكومة يفرن اتشجعت مناطق ثانية يعني للأسف بعض المناطق اللي هي في الجبل وكذا منضمش للجهاد بينما مناطق بعيدة زي ورفلة انضمت فراسل أحد أعيان مصراطة اللي هو ابن المنتصر طلب انضمام مصراطة للباروني وقال له للأسف ما عندناش دخيرة وإلى احنا كنا نلتفهم العدوم الجهة التانية وطلب المعونة من الباروني الباروني فكه في الموضوع هلبا وبعدين قال للأسف حتى احني المؤونة عندنا ناقصة والدخيرة عندنا ناقصة فشكره إلى آخره المهم منضموش للمعركة المهم التول المعركة وقعت في يوم يوم 23 مارس 1913 هذه أقل من سنة طبعا بعدها لكن في السنة اللي بعدها التحضير لها كان كبير زي ما قلت وما كانش عقب هلبة من المونة والدخيرة في يد المجاهدين وكان بعض الناس محبطين بسبب الخناق الكبير والحصار اللي يصل عليهم وقلت ذات اليد زي ما يقولوا وغيرها وزي ما تعرفوا قصور الجبل كانت زمان مكان تخزين جماعي للمجاهدين هدموهم الأتراك الله تربحهم زي ما يقولوا ومنها ومنها طبعا قصري فرن وغيرها طبعا هنا الحرب مش حرب سهلة يعني حرب فيها أشياء هل بتصير عرفتوا يعني حرب الحرب مش حرب بس حرب شائعات وحرب إلى خيره المهم الطليان نشروا شائعات أنه هيكون فيه هدنة وأنهم ينتظروا أوامر حكومتهم وغيرها من الشائعات وطلبوا هدنة كل هذا باش يضيعوا الوقت ويقووا روحهم ويحطوا المجاهدين لكن البروني كان يدور على المعسكرات ديما لأنه كان مقسمهم على المعسكرات المعسكرات من ضمنهم معسكرات رابطة يتكلمنا عليه ورصابة وغيرها يقول المجاهدين ما تصدقوا شي هذه حرب نفسية باش يهزموكم المهم من ضمن الحاجات اللي بنقولها أن البروني وياريت لقصة اللي جابها في المسلسل كان يراقب في الجنوب متعين الرابطة مثلا بالتليسكوب وهي فيها هذه الصور المشهورة عن سليمان البروني للأسف لم تهلت في المسلسل المهم التليسكوب بهذا على ما أذكر هذه معلومة يشاك فيها شوية أن الطبيب الإنجليزي اللي تكلمنا عليه آمس هو من أهدى هذا التليسكوب للبروني وكان يشوف البروني طبعا في المناوشات اللي تصير مرة مرة والأشياء هذي بالتليسكوب وفعلا صارت بعض المناوشات في منطرس المهم فالبروني كان يحتم لما هم ما يتوغلوش هل بفي اجتجاه العدو باش ما يصير صنع من الوقيعة وكان هذا كل يراقب فيه زي ما قلنا بالتليسكوب باكري آم في جهة الأصابعة طبعا بديت ضرب بقوة من جهة الطليان آم وللأسف ظهرت بعض الخيانة من بعض الأطراف مش كلهم آم بقي كثير من الشرفاء من الأصابعة وفر في اتجاه ككلة عليتي حال صارت منوشات كبيرة من هذه النواحي وفر بعضهم نواحي القلعة وبعضهم نواحي ككلة آم والبروني طبعا في المذكرات يسمى فيها الجناح الأيصر جناح الأيمن والقلب اللي هو متكلم على صمود أهلي الأصابعة وكيف بعضهم التحق بمجاهدين في ككلة واستقبلهم المهم صارت حريقة كبيرة في هذه الليلة والمجاهدين كانوا يوتوا في روحهم للتحرك بهدوء ففشلت كل خططهم وعالم العدو بما جرى للأسف كان في تحرك كبير الجواسيس في هذه الحرب وهؤلاء الجواسيس طبعا كفئوا مكافأة كبيرة من قبل الإيطاليين من بعد المهم للأسف صار في تقدم كبير وزحف يعني نحكيكم رأي جيش عرمر من الطنيان جيش كبير جدا 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 والمجليبين أموما الزمان ما كانش فيه عدد من كبير حتى اللي تحقوا بالجهاد ما كان عدد من كبير هلبا لكن مع هذا صمدوا وكان في الجهة الجنوبية أولا هؤلاء بوسيف وغيرهم وكان فيه يعني شابون نقول لكم الحكاية مش بها ديكا السهولة طبعا زي ما قلنا صمدوا هما كلهم لكن انقطعت الأخبار متاع ولاد بوسيف عن الأصابعة وبعدين انقطعت منها عليه البروني وواضح كان انطليان غرضهم هو الزحف لمدينة يفرن اعتقاد منهم لو وقعت يفرن اللي هو القصر سيقع الجميع في ثاني يوم للأسف الشديد كذلك رفع العدو علمه على مدينة كيكلا بسبب خياد أحد الأهالي وهو علي عبد الرحمن اللي لنسيت نتكلمكم عليه آمس اللي هو هو اللي قاد الحملة اللي أرادت اغتيال الباروني و شفع لها الأهالي فلم يسجنه الباروني ولكن بقي بعضهم في سجن يفرن ثلاثة منهم وكشف الخطة متاعهم على يتيحال الحكاية لما نشوفه كيكلا ونعرف المسافة متاعها بينها وبين يفرن نعرف أن الحكاية قربة هلبع لمركز يفرن وصفيت ما زالت قام طبعا في هذه الأثناء ولكن انقطعت التواصل مع بقية المجاهدين خصوصا جنوب لا صعبع وجب القول أن من القادة في ذاك اليوم كان عليه الشنطة من زنتان ويوسف خربيج ومحمد سعيد من عيام فصاته وساسي خزام وكلهم كانوا طبعا في الجبهة مع المجاهدين أهني ناس يفرن بدت تتشك هلبة وتتدمر يفرن القلعة ومزرسان خافوا حقيقة أننا شنصاران في عهد الأتراك ما زال حضر في أذهانهم فخافوا أن الأتراك الطليان ينتقموا منهم زي ما داروا الأتراك من قبل وبمناطقهم وينكلوا بهم يقتلوهم والآخرهم فطلبوا من البروني ينقل الحرب للظاهر وهم يرفعوا الرياطة البيض واللي يبي مزال يداوم على البروني في القتال يمشي يلتحق به من أبنائهم وهم مش حيمنوا أحد طبعا وخلال هذا النقاش والإحباط جي أخبار أخرى للبروني بللي رؤساء الزنتان أخذوا كل أتباعهم وخلوا البروني بروحة واتجهوا حتى هما جنوبا أهني قعد مع البروني تقريبا لو أحصينا حوالي يعني زيدوا لنقص 300 مجاهد أو كلهم من القسم الغربي من يفرن بما فيهم ككلة والقلع طبعا طلع البروني وقعد يشوف من القلع بالتلسكوب وشاف باللي جيش عرمرهم من الطليان متجاه تجاه حوالي مسافة أربعة ساعات بينه وبينهم فقرر الانسحاب وطلب من بقية المجاهدين اللي بيسلم روح يسلم وحتى لا يصيبهم أدى وجه يعني وجاه كذلك فوقها أخبار وفاة بوه والبقية طبعا ونذكرها المسلسل وليس للأسف المسلسل أخرج الباروني بمنظر الخائف اللي يبكي والآخره ما نعرفش ما هو السبب اللي خلهم يديرها بالطريقة هذه فالمهم في نظلي ما كانتش موفقة هذه اللقطات بكر فالباروني لم يشع بالمغامر بثلاثين جندي أمام الجنش العمر الطدياني هذا ومتبعه من الخوانة من الليبيين فآثر الحفاظ على حياة الأهالي و يعني بش تشوفوا أنه كان يفكر في الأهالي أكتر ما يفكر في نفسه قال لهم ما تطلعوا شيء من قصر يفرن وما تاخدوش الأسلحة لأن الطدياني حي فتشوكم حوش حوش وحيصيروا مشاكل كبيرة وحيقتلوكم وينكلوا بكم خلوا كل شيء في مكانه وخلوا حراس على القصر بش يسلموا روحهم للطليان أهني طبعا البروني إذا عادته يقول في الشعر قال نصور إذا حانت دفاع ولا نرى جزاء سوى جنة الخلدي نحب اللقاء لا نبغض الطعن أن يكن نضالا عن الأوطان والدين والمجدي هنيا لمن أمسى صريعا مجاهدا له حلة من أرجوان على الجردي ها والمجدي وقال بعدين على الجردي اللي قصد بالأرجوان الدم لما يكون عليه الحلي الليبي عليتي حال طولت عليكم في الحلقة هذه غير حبيت بس نتكلم عن هذه الحرب بإيجاز لأنه فعلا المسلسل الذكر منها أجزاء وأجزاء أخرى مذكرهاش طبعا مفهوم أنهم ربما عندهم شي الإمكانية هذه كلها باش يديروها لكن ملحمة تكلم عليها الجميع ملحمة جندوب تتكلم عليها الجميع وكانت كبيرة جدا للأسف انتصر فيها الإيطاليين والأمر مفهوم جدا لأن كان الليبيين منهكين مؤونة ولا أي شي في يد المجاهدين فباش بيقاتلوا فالآخر لحظة حاول أنهم يدافعوا والسبب اللي خل البروني ينطلق في هذه الحرب أنه كان يريد أن يكون له اليد العليا في النقاش وفي الهدنة اللي كانوا مزمع اتخاذها مع الإيطاليين وللأسف جاي خبر أن الإيطاليين وفقوا على الهدنة في وقت متأخر وهم اللي كانوا يماطلوا باش يورقوا قوتهم للبروني عليتي حال إلى لقاء آخر هذا إن شاء الله يتحدث عن سلسلة في تسلسل عن حياة البروني وبرك الله فيكم عندي بعض الصور طبعا يعني ربما في الحلقات الجاية نتكلم عليهم هذا سفورزا اللي تكلم عليها البروني هذه عائلة البروني اللي وردت في عدة صور عفوا هنا البروني والبروني في مناطق أخرى الليبيين كيف كان حالهم أنا ذاك عندي مجموعة كبيرة من الصور سلمها لأحد الليبيين مقابل دين كان لي عليه صديق لي من مدينة الزنتان أعطاني أرشيف كبير من الصور للليبيين أنا ذاك لا أدري من يتحصل عليها وهي كلها ما زالت في الحفظ وصول في مؤسسة التوالد الثقافية نشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء إن شاء الله